اهلا بكم معزيز المشاهدين وحلقة جديدة وصباح جديد صباح كله تفاؤل وامل وصحة جيدة اهلا بكم في حلقة جديدة ومع نور هنتكلم عن صحة الانسان ايه صحة الانسان طبعا الانسان دايما عايز يكون بصحة جيدة مين فينا ما بيصحاش الصبح عايز يكون له رونك يصحى يروح شغله في صحة جيدة ونشيط صحة الانسان هي دينامو الشخص يعني هي دينامو الانسان اهم حاجة في صحة الانسان هي القلب وعلاقة القلب بالحمة الروماتزمية ايه هي الحمة الروماتزمية وايه هي علاقتها بالقلب وتأمد تأثيرها على القلب هنعرف كل ده اكتر مع دفنا اللي مشرفنا النهاردة الاستاذ الدكتور طارق عزيز واستاذ امراض القلب والاوعية الدموية بمعهد القلب القومي وعضو الجامعية المصرية والاوروبية لأمراض القلب اهلا بك عايزين تطبعا نوضح للسيدة المشاهدين ايه هي الحمة الروماتزمية وتأثيرها وماذا تأثيرها على القلب الحمة الروماتزمية دي مرض مناعي ومتوطن في مصر يعني المرض ده مشكلة عندنا في مصر احنا من اعلى الدول في العالم اللي منتشر فيها الحمة الروماتزمية اللي بيسببها ميكروب اسمه الميكروب بيسموه العرب الميكروب السبحي أو العنقودي شكله كده بيبقى تحت ميكروسكوب الميكروب ده منتشر قوي برضه في مصر لكن الميكروب في حد ذاته بيعمل بيعمل التهاب في الحلق واللوز أو لو شال اللوز بيعمل التهاب في الحلق المريض يعني لو ما تعليكش كويس بعد ثلاث أسابيع الميكروب ده يختلف عن أي ميكروب تاني في أنه على الجدار السطح بتاعه بيبقى في حاجة اسمها أنتيجنز اللي هي محفزات مناعية أو مواد مضرة للجسم مش الميكروب مباشرة دايركت هو اللي بيسبب الحمى الرومتزمية لكن الأجسام اللي على سطح الميكروب نفسه بتمسك فيه بروتينات على خلايا أعضاء في الجسم معينة بتتصاب زي القلب وزي الأعصاب وزي الجلد وهكذا لما بتمسك فيها بيحصل الجسم بيتفاعل مع الانتراكشن دا مع التفاعل دا الجسم بيطلع مواد مناعية مناعة الجسم بتبتدي تنشط لو نشط مناعة الجسم زيادة عن اللزوم عشان بيحصل أن الجسم المناعة دي الجسام المناعية اللي تطلع دي بتهاجم الجسم نفسه بتهاجم جسم الإنسان نفسه وبتؤدي إلى ضرر فده دي اللي همى الرومتزمية تعالي هي مرض مناعي وسببها الميكروب الحاجات اللي على الميكروب الحاضرتك قلت لفظ الميكروب السباحي إيه هو الميكروب السباحي؟ ده نوع من البكتيريا مش فيروس نوع من البكتيريا منتشرة جدا في مصر وينتشر في الأماكن المزدحمة زي المدارس وهكذا وبيعمل بيصيب الحلق واللوز بيعمل التهاب حد فيها ولازم يتخذ له علاج وعلاج ومضاد ضحاوي ده لازم هنتكلم عنه طبعا لازم تعالي هل الوراثة لها عامل أساسي في الحمر ومتزمية؟ احنا لحد سنة 2000 كنا بنعتقد أنها دي حاجة بتيجي للبني آدم يعني لما يتعرض للتهاب في الحل أو يتعيدي من حد أو هكذا أو يجي له نزلت برض لكن اتضح بعد ما اكتشفوا الجينوم البشري أنه في عامل الوراثة فيه فعلا وإن اكتشفوا أنه فاميليل يعني ممكن الأم أو الأب ابنها يبقى عنده استعداد وراسي أنه يجي له بيسموه استعداد وراسي فالاستعداد الوراثي ده اكتشفوا بعد المكتشفوا الجينوم وبس فيه نقطة هنا مش معنى كلامي أنه أي واحد عنده طلع عنده استعداد وراسي فيه ناس عندها استعداد وراسي وفيه ناس ما عندهاش هذا لا يعني أن اللي عنده استعداد وراسي لازم حيجي له لا لو هو اللي عنده استعداد وراسي وحافظ على نفسه وبعد علامات المزدحمة وتجنب الإصابة المكروب لو جالوا المكروب السباح يعالجه كويس مش هجراله حالة في نفس الوقت اللي ما عندهاش استعداد وراسي ومحافظ على نفسه وجالوا المكروب حيحصل له الحمار ومتزمية زي برضو قصور الشريان بتاع القلب ما برضو ليه أي مرض في الدنيا فيه جينات معينة خلل فيه جينات معينة بتسببه أي مرض في الدنيا فالاستعداد وراسي ده زي قصور الشريان اللي عنده اللي يحافظ على نفسه ويصبط الدهون ويصبط السمم بقاش فيه سكر ولا ضغط هيمشي كويس مش هجراله حالة حتى لو عنده استعداد وراسي اللي ما عندهاش ويجيله سكر وضغط ويحافظ على نفسه ويشرب سجاير وهكذا حيجراله حتى لو ما عندهاش استعداد حيجيله قصور الشريان ففيه علاقة الراسي بالنسبة طب الأعراض والتشخيص الكلينيكي للحمار روماتزمية هو أهم حاجة في التشخيص الكلينيكي اللي هو العيان بيبقى بنسأل يعني بيكون جاله عشان شخص يعني بيبقى جاله التهاب في الحلق بالميكروب السباح التهاب في الحلق أو اللوز لو شال اللوز يبقى التهاب في الحلق الحلق مع اللوز لو لسه اللوز ما شالهاش الالتهاب ده بيعمل بيبقى عنيف شوية وبينتج عنه زي ما قلنا التداعيات المناعية اللي قلنا عليها الأعراض بتبقى أول حاجة بيأثر على هو فيه فيه أعراض رئيسية أو فيه أعراض سنوية الأعراض رئيسية بيعمل رئيسية يعني إحنا عشان بنشخص فيه حاجة اسمها جونز كريتيريا مش مهمل ده يعني لازم يكون حاجتين من الأعراض الرئيسية أو حاجة من الأعراض أو عراض رئيسي ومعه عراضين سنويين الأعراض الرئيسية اللي هي التهاب في القلب بيعمل التهاب في القلب حمى روتزمية لو المريض معالكش الحمى روتزمية واستنى ثلاث أسابيع بعد ثلاث أسابيع بيحصل التفاعلات المناعية دي بتأثر على القلب ككل على الغشاء المبطن الغشاء الخارجي للقلب وعلى عضرة القلب وعلى الجدار الداخلي للقلب فبتعمل التهاب في القلب وده بيبقى المريض بيشتكي من الأول اللي بقى فيه سخونة طبعا حجم القلب بيكبر شوية بيحصلوا تضخم تضخم ممكن يعمل تضخم ممكن يعمل لو تطور أول ممكن يعمل هبوط في القلب وبنسمع على القلب لغط صوت لغط والعرض التاني بيبقى التهاب في المفاصل بس مش أي نوع من التهاب في المفاصل المفاصل الرئيسية اللي هي زي الركب والقلب والكوع والأدم الرجل التهاب في المفاصل الرئيسية التهاب ده بيتميز انه هو بيعمل احمرار وقلم في المفاصل نفسه وما بيزبكش على مفاصل واحد ممكن يتنقل المفاصل يخف ده يجي في المفاصل التاني وهكذا ومش يعني مش لازم يعني ممكن مفاصل واحد بس مش لازم مفاصلين ممكن مفاصلين وتنقل من ده ده والالتهاب ده بيخف بيروح يعني مع العلاج وما بيسيبش أثر ده ده الحاجة التانية العرض التاني العرض التالت حاجة اسمها كورية اللي هي المريض بيجي له حاجات كده زي التشنجات أو حركات لا إرادية في الوش والأيدين والرجلين ودي بتبقى مرض في الأعصاب يعني حاجة بتأثر تأثير الحموظومة على الأعصاب يعني فبتيجي متأخر شوية وبتخف بعد ثلاث شهور فيه كمان حاجة اسمها بريثيما مارجينياتا بتبقى بقع بطش حامرة كده على الجلد تمام وفي النص بتبقى حتة فتحة ودي برضه بتخف وفيه حاجة اسمها أصاب كوتينياس نوديولز بتبقى حاجات تحت الجلد بتبقى فقعات أو بقع لا لا نوديول يعني حاجة كتلة كده صغيرة دي منتشر يا دكتور ولا ما بتبقاش ما بتعملش واجعة تمام ومتبقى فريليم هو المتحرك على الأسطح الخارجية من المفاصل الكبيرة برضه ودي برضه بتخف برضه تبقى بتخف ما بتسيبش قصة العراض الصغيرة الماينور زي ارتفاع درجة الحرارة وحاجة اسمها أرثرالجيا يعني بيبقى التهاب في المفاصل الكبيرة برضه بس ما بيبقاش مصاحب لي لما بيتكشف على المريض أعراض التهابية يعني مش زي الأرثرالجياس اللي قلنا عليه في الأول التهاب لمفاصل في الأول اللي هو أحمرار وكلام ده لا ما بيبقاش فيه اللي بقى بنكشف على المريض مجرد واجع في الرجبة وخلاص وبيروح برضه بيروح برضه اعا وفي ارتفاع فيه حاجة اسمها أنتستريبتولايزين أوتيتر وسرعة الترسيب وفيه أنيميا وزيادة في عرض الكرات الدم بيضة دي الأعراض اللي هي الماينور يعني اللي هي السانوية دي كده منشخص بيها الحمر مرزمية كلينيكل بالفاصل الكليينيكل طب ايه هي الفحصات اللازمة للتشغيص اول حاجة عشان نشخص العين لازم يكون جالوا لتهاب في الحل تمام الفحصات اللازمة الحاجة اسمها الانتستريبتولايزين أوتيتر ده مضاد مضاد للبكتيريا نفسها اللي هي الميكروب السبحي مضاد الميكروب السبحي ده لو عالي اكتر من ضعفين ده بنشخص به ده بيبقى معناه ان في الحمر ومتزمية نشطة لسه في بدايتها في المرحلة الاكيوت اللي هي بدايتها اللي هي الحدة في الاول وفيه سرعة ترسيب بتبقى عالية وفيه احنا بنتكلم على الفحصات الفحصات فيه بنعمل عيانش اشاع على صدره بتبين برضه تضخم شوية في القلب واحتقان في الرئة وبنعمل رسم قلب بيبقى فيه تغيرات معينة مش مهم بدي تيل تفاصيل بتايتها طبعا ربطه بيبقى سريع فيه حاجات بقى زي كزيادة في حاجة اسمها كيو تي والبي آر انترفل حاجات دي دي تفاصيل علمي ولو اتخدت بايوبسي من المريض اللي جاله حمر تضمي وقصرت على القلب بيبقى فيه حاجة اسمها أشوف نوديولز دي بتبقى حاجات جوه القلب نفسه اللي بيحصل انه الالتهاب لما بيصيب القلب بيحصل قديمة يعني زي زي تورم بيجي على الصمام الصمام ما بيقفلش كويس وخصوصا بيأثر على الصمام الأورتي والصمام الميترالي لو ما تعالجش ما خفش وبقى مزمن بيتحول إلى تليف في الصمام وتكلس هنا خلاص بقى المريض مصاب بروماتيزم القلب حاجة بسميه روماتيزم القلب طب ايه علاج روماتيزم القلب بالنسبة لأعلمين مثلا مريض ده تصاب بروماتيزم القلب ايه العلاج يا دكتور العلاج اول حاجة اهم حاجة في العلاج ان احنا الميكروب السبحي ده نقضي عليه حقنة بنسيلين طويل المفعول موجودة في السوق تاخد حقنة عضل هي المفروض يعني يكون لأربع أسابيع بس عشان في آخر اسبوع و ساعات بتقل مفعولها شوية فبنخليها تلات أسابيع أفضل و دي بتاخد حقنة عمر قاعدة فينا بس فينا يعني اذا نبه النقطة مهمة جدا لازم قبل كل حقنة يتعامل اختبار حساسي في الجلد قبل كل حقنة واختبار الحساسية ده مهم جدا الناس تعرف انه ما بيتعملش في أجزخانة لازم يكون في مستشفى وإحنا عندنا في محل القلب فيه عيادة متقصصة لاختبار الحساسي معايش يا ريكري ننوه على سيدة المشاهدين بس عشان النقطة دي بتبقى مهمة شوية في ناس كتير بتبقى تهملها بتهملها وتعملها مرة ومتعملاش في المرات اللي بعدية لا ده قبل فنننبه على سيدة المشاهدين بس نقول الكلام ده تاني بس معايش يا ريكري الحقنة بنسلين طويلة مفعول هي ده العلاج الأساسي ده أهم علاج والبنسلين بيقضي على الميكوروك تماما مخصوص لي لازم قبل كل حقنة يتعمل اختبار حساسية في الجلد وطبعا في ناس بيحصل منه حساسية ما بتتخذش في الحالات لو حصل فيه اختبار حساسية إيجابي ما بتتخذش الحقنة طيب ازاي نعرف نحن عنده اختبار حساسية لنه حساسية في الجلد لا ده بيباني بيطورم يعني ليح علامات معينة في الجلد لو حصلت بيبقى ده ما ندلوش الحقنة الحاجة التانية لو فيه راس لو المريض مش عايز ياخد حقن بس بتبقى بفعلها أقل اسمها فينوكسي ميسايل بينيسيل أو بينيسيلين في بس لازم تتخذ لمدة عشر طيام كاملة لازم المريض اللي عنده تتخذ في الحال عشان يقضي على الميكروب ياخد عشر طيام المضاد الحيوي ده لو عنده حساسية البلسلين فيه أدوية تانية مثل إريثرومايسين أزيثرومايسين يعني بتتعالج بمضادات حيوية وبتقضي عليها بس المدة كاملة مدتها كاملة اللي زيثرومايسين بخمس تيام بس الحاجة التانية بتبقى عشر طيام طب إيه دكتور طرق الوقاية من الحمى الرومتزمية بتحديد الوقاية فيه منها حاجة أساسية بنسميها برايماري بريفنشن وفيه ساكن ذي لاسانوية بريفنشن برايماري بريفنشن ده اللي هو اللي هو إن احنا نستقصل الميكروب السباحي ده ونقضي عليه فهو ده أهم حاجة في الموضوع كله نقضي عليه بالمضادات الحيوية بالجرعة اللي احنا قلنا عليها الوقت اللي هو البنسلين والحلي حساسية الحاجات التانية اللي قلت عليها الوقت دي لازم ياخدها بدري بدري بمجرد حدوث التهاب الحل دي أهم حاجة في الموضوع كله لو أنا قضيط على الميكروب السباحي بدري مش هيحصل التفاعلات المناعية اللي موجودة على الجدار بتاعها لو قعدت ثلاث أسابيع في الجسم هتعمل المشاكل وحتعمل حمى الرجمية وبعدك هتأثر على القلب والجلد والأعصاب وهكذا طب علاج المريض العلاج الثانوي الوقاية الثانوية بندى برضو في الوقاية الثانوية بندى مضادة حيوي برضو الحقنة البنسلين طويل المفعول عضل في الإليا بس في الأول في العلاج احنا في العلاج بندىها هي حقنة واحدة بس في العلاج اللي في الأول ماليش تصور عنها حقنة كل هي حقنة واحدة بس في العلاج اللي تابل حل اللي فاتت حقنة واحدة بس لكن في الكوقاية بتتاخد حوانا كل ثلاث أسابيع ولو فيه وفيه راس اللي عنده حساسية من الحوانا فيه راس بنزلين دي بتتاخد برضو يوميا وفيه لو عنده حساسية من البنزلين بياخد أدوية اللي قلنا عليها الريسروسين سرمايسين يعني والسرمايسين والسفالوسبورين بجرعات معينة بس بتتاخد كل يوم الريسروس دي بتتاخد كل يوم وهنا فيه نقطة فيه حالتين لو المريض جاله حمر ومنتزمية وما أسرتش على القلب بياخد الحقنة دي كل ثلاث أسابيع لحد سن 21 سنة أو خمس سنين من ساعة آخر إصابة بالحمر ومنتزمية يعني سي مثلا حد جاله هي هي الحمر ومنتزمية أكتر وقت تبقى فيه من سن 5 إلى 15 سنة ده أكتر وقت أكتر سن بيتصب الحمر ومنتزمية طبعاً طبعاً فلما بياخد لو افترض مثلاً هو الحد 21 سنة لما أسرتش على القلب لكن لو جات مثلاً في سن سي 18 سنة طبعاً ففي الحالة دي بيديها لمدة 5 سنين من التاريخ ده أي يوم أباقي أبعد ولكن لو جات حمر ومنتزمية وأسرت على القلب ولقدر الله عملت مرض روماتزم القلب أسرت على الصمامات هنا بقى العيام المريض بياخد الوقاية طول العمر الحقنة دي بياخدها طول عمره طبعاً أو الرأس طول العمر طبعاً أنه حركت كلمتها على روماتزم القلب إيه هي علاج روماتزم القلب يعني لو مريض حاس أنه عنده روماتزم القلب إيه هي علاجه ما احنا قلنا العلاج بس أنا قلت في العلاج العلاج هي حقناها واحدة طبعاً بن سلين طويل المفعول بس وخلاص في المرحلة الأكيوت الحدة أو الإقراس اللي قلنا عليها ولو في حسين بن سلين في الإقراس التانية ده العلاج ويتاخد بدري قبل ما التغيرات المناعية دي تحصل مشاكل المناعية دي تحصل هو مش الميكروب نفسه اللي بيثبت المشكلة فيه لأنه هو رضبناعي أساساً هو ميكروب غريب شوي دكتور إيه خبرة مدى خبرة الدكاترة المصريين في التشخيص عن غيرهم في العالم الخاري آه بس طب آسف في حاجة تانية المريض اللي اتصاب بحمة روماتزمية وقصرت على الصمامات بقى مريض روماتزم القلب لازم ياخد كمان وقايا ليه حاجة اسمها لو حييجي يخلع درس أو يعمل جراحة لازم قبلها بفترة سيارة ياخد مضادة حيوي كوقايا لأنه ممكن يجيله أي ميكروب تاني يجي الصمام عشان اتصاب بالحمة روماتزمية ممكن يجي عليه أي ميكروب تاني يبوازه تمام فلازم ياخد قبلها مضادة حيوي تمام ده يختلف تماما عن البلسين وكلام ده دي حاجة وقايا من المرض السؤال حديك ماليش طب قبل ما نرجع لسؤالنا فيه صور تتعد لحضرتك عايزين نعرفها بس على الشاشة عايزين بس نعرف حضرتك كنت فين في الصور دي ومدى دي صورتي في المعهد عايزين نعرف بس قبل ده في المعهد القومي للأورام معهد القلب 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 الأورام القلب القومي اتا معايش الصورة التانية شباب كان فيه صورة وحضرتك دي صورة أنا بشتغل حاجة اسمها موجات صوتية بالمناظير ودي مهمة جدا في الموضارة دي تابع ايه طيب دي منذار بيدخل في المتام بس مشابل لبس الكورونا زي بتاع المعدة لا مدى لبسه عشان الكورونا لبسه تعليم لا اللي قابليها مالش اللي قابلها يا شباب دي ده اللبس اللي بنلبسه قبل المنذار وده المنذار زي بتاع المعدة بس بيوصلش المعدة وبيبقى في المريء بيشخص القلب أحسن بكتير من الموجات العادية الموجات العادية بتبقى من السدر هنا بيبقى فيه الرئة وفيه الضلوع والعضات وهكذا لكن ده بيشخص الحاجات في القلب لا يمكن تيتشخص بالموجات العادية ولازم أي مريض هيعمل أي تدخل علاجي لازم يتعمل له المنذار دي قبلها قبلها طب دي بيبتور فيه صورة لحضرتك وحراك بتدي محاضرة وتلك دي كان فين اللي هو فيه محاضرة فيها هنا في مؤتمرات في مصر وفي بره مصر في أوروبا آه تمام كان فيه صورة هي موقع مش في دي لأ مش دي آه كان فيه صورة يا دكتور وحراك بتلك محاضرة لأ دي بتاعت آه لأ بعدها اللي بعدها وحضرتك بتلك محاضرة طب تعرفنا بس المحاضرة دي كانت فين سيدة المشاهدين الصورة بس هي الصورة البعدها كان فيه صورة حراك بتلك محاضرة الموجات بالمنزار موجات بالمنزار دي يا دكتور الصورة دي نعرف سيدة المشاهدين حرك بتلك محاضرة مؤتمر مؤتمر علمي كان علم دولي ولا محلي هنا دا دولي تمام منور الشاشة يا دكتور والله بالنسبة نرجع لسؤالنا بقى ونقول ايه مدى خبرة مثلا الأطباء المصريين في التشخيص عن الأطباء في العالم حمر وتزمية دا مرض متوطن في مصر بسموء الدمج يعني احنا عندنا مشكلة فعلا مشكلة قومية في الحمر وتزمية ومن زمان قوي وبنشوف كل يوم بشوف حالات حمر وتزمية مش حمر وتزمية كمان دا لو بتزم القلب يعني حمر وتزمية وقصرت على الصمامات كتير قوي بنشوفها فاخنا يعني خبرة الدكاتورة المصريين عن أوروبا تختلف تماما فأوروبا تقريبا شبه اختفت قلت جدا ولذلك أنا في رسالة الدكتورات دا عدت خمس سنين وعملت أبحاث ونشرتها برا الأبحاث دي هما ما سموش عنها خالص أملوها على طول لأنهم ما عندهمش خبرة في الحمر وتزمية خبرة الدكاتورة المصريين في موضوع الروماتيزم القلب الحمر وتزمية وروماتيزم القلب أعلى بمراحل من الأجانب تماما من أمريكا وأوروبا خالص لأن إحنا عندنا هنا دا موارد متوطن تماما فهما إحنا مثلا بنشوف مثلا عشر حالاتهم بيشوفوش غرحالة كل شهرين ثلاثة دا بدنا تيجت إيه؟ في اليوم فخبرة الدكاتورة المصريين سواء في التشخيص وفي العلاج وفي التدخلات وفي الجراحة تدخلات بالأسطرة أسطرة التدخلية أو في الجراحة أعلى بكتير جدا جدا هم من دائرة هما بيجوا يتعلموا من هنا أو يعملوا عايزين يعملوا بحاس بيجوا هنا بيجوا عندنا في مصر طب دكتور أنا أجي للسؤال مهم دا أهم يعني مهم من خمس ست سبع شهور وراء السؤال بتاع الكورونا هل الكورونا لها علاقة بالحمة الروماتيزمية لا 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 ما فيش أي علاقة خالص الكورونا دا فيروس والحمة الروماتيزينات جاء عن ميكروب بكتيريا فما فيش أي علاقة من دي ودي يعني دي حاجة ودي حاجة طب حركت مثلا قلت مثلا دي طبع الحل وكده التهاب الحل طب ما ممكن نكون فيه اختلاف ما بينهم ولا يعني إن إحنا الوقاية بتاعت الكورونا ما دي فيروس ننبس الكمامة ما الحاجات دي هقولك في الحاجات اللي هي أنت عايزة الوقاية ننصح بها الأمهات قبل دخول المدارس آه بتنصح الأمهات وعموما الأماكن الزاحة أول حاجة تجنب الازدحام دا خالص يعني نحاول بقدم كان فيه مسافة بين كل طالب والتاني طب بالنسبة للمدارس يا دكتور لين دي الموضوع دا بيبقى مهمة بالنسبة للمدارس تجنب يعني مسافات بين كل طالب والتاني طبعا تكدس الفصول دا قل دلوقتي مع خطط الدولة ومشاريع التي عملت في زيادة عدد المدارس فما بقاش زي زمان مية وحاجة في الفصل لا دلوقتي بقى العدد أقل فالمسافات بقت موجودة والتهوية الجيدة الفصول طبعا الفصول تهوية الجيدة وطبعا إجراءات الدولة اللي اتخذتها للكورونا بتفيد جدا جدا في تجنب الإصابة بالحمة الرومانتزمية ليه؟ لأن الأصلب من الكورونا اللي حيالبس ماسك أو التباعد أو التهوية الجيدة دي كلها وبتبعد الزحام بتبعد الفيروسات عمتا بتفيد هي للكورونا لكن بتفيد في تجنب الإصابة بالميكروب السبح بالحمة الرومانتزمية فلانصح الأمهات زي ما قلنا يتجنبوا الزحام في التكدس في الفصول ما عادش فيه الوقت بس يعني يعني بقدر كان ما يبقاش فيه تكدس في الفصول والمسافات طب حكم الحاجة حشال الوقت بس معلش الوقت تقرب طيب المهم يعني لو لو فيه طفل في الفصول في كح أو جاله عطس أو تشكن فيه شكن عنده حرارة لازم التلميذ يبلغ الأستاذ بتاعه فيه دكتور صحة مدرسية بيبقى موجود في كل مدرسة تمام وبيبعد يحول على المستشفى تمام في الحالة دي الطفل من حقه أو التلميذ من حقه يبلغ المدرس أنا مش حقدر أعود فصله في حد بيكح أو رسالة أخيرة المجتمع عشان خبرة حضرتك ناس تستفيد بيها وحضرتك قاعد معنا دلوقتي قيمة وقامة علمية طبعا ورمز بطب تدير عايزين بس رسالة أخيرة لمجتمع قبل ما نختم مع حضرتك ولان الحوار الشيء ده هو زي ما بنقول دايما اللقاية خيره من الآلات تمام احنا مش عايزين الناس يجيلها الميكروب يسيب على فكرة جهود الدولة حالين قللت منه آه قللت من الإصابة بالحمر فاحنا عايزين الناس تتجنب تمام تتجنب بالازدحمات بنشكرك لوقتي خلص بنشكرك يا دكتور بنشكر الدكتور طارق عزيز أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي وعضو الجامعة المصرية الأوروبية لأمراض القلب بنشكرك يا دكتور بنشكركم عزيز المشاهدين وقتنا خلص ومتمنى أنكم تتابعونا في حلقات تانية وطبعا الصحة هي أغلى حاجة عندنا ويارب تكونوا استفدتوا من الحمر ومتزمية وتأثيرها على القلب ومنتظرينكم في حلقات تانية ومع نور